أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة ياسين مكيجة بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم نطمحون وجعلنا من بين أيديهم سبزا ومن خلفهم سبزا فأغشيناهم فهم لا يبصنون وسباء أعليهم لأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وقشع الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة واجل كريم إنا نحن في الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء حسيناه في إمام مبيت وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذا رسلنا إليهم اثنين فكذكبوهما فعززنا بثالثهم فقالوا إنا إليهم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبوت قالوا ربنا يعلم إليكم مرسلون وما علينا إلا البناء المبين قالوا إنا تتخجرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقسى المدينة رجل يصعاب قال يا قوم اتبعوا اليرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لأعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلية لي يردني الرحمة بذل لا تغني عني شبعة عن شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمانت بربكم فاسمعون قيل دقني الجنة قال يا لي تقومي وعنعون بما غفرني ربي وجعلني من المقومين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صلحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأيهم من رسول إلا كانوا به يستازعون ألم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون وآي كلهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حدا فمنه يأخلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وأعناب وفجرنا فيها من العلوب ليأكلوا من ثمره ومعه أفلا يشكرون سبحان الذي قلق النزفاج كلها مما تنبتوا اللب ومن أنفسهم ومما لا يعدمون وآية لهم الليل نسمق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس لدرين مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابقنها وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذو مجتهم في الفلك المشعوط وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن غرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومطاعا إلى حيث وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا للذين آمنوا أطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد عند كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستفيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفغ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسنون قالوا يا غيرنا ما من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تغلم نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزفاجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولولا ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز يوم أجه المجرمون ألم عمد لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدد مبين وأن احبضوني هذا سرط مستقيم ولقد ودل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنب التي كنتم توعدون إصنوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخطب على أفواههم على أفواههم تكلمنا أيديهم تشهد رجلهم بما كانوا يكسبون ولولا شاء لطرصنا على أعجلهم فاستبقوا السراط فإنا يبصرون ولولا شاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن وعنوا عن منهم ننكسوا في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له لكنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أمعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولكن فيها منافع ومشارف أفلا يشفرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي صلقه قال من يحجي العظام وهي رميم قل يحجيها الذي أنشأها أبل مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناغا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض واللض مقادر على أن يقولك مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيديه ملكوت كل شيء وإليه ترجعون